وقوف بكين على الحياد في الأزمة الأوكرانية موضع تشكيك كبير في أروقة صنع القرار الأمريكي تقرير للمخابرات الأمريكية خالص إلى أن الصين تساعد روسيا في تفادي العقوبات الغربية وتتجاوز ذلك إلى تزويد موسكو على الأرجح بتقنيات عسكرية وأخرى ذات طبيعة مزدوجة لاستخدامها في أوكرانيا التقييم الذي أجراه مكتب مدير المخابرات الوطنية صدر رسميا عن اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس النواب الأمريكي بعد إخراجه من بند السرية ورغم أن الصين دأبت على نفي إرسال عتاد عسكري إلى روسيا منذ بدء عمليتها في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي فإن التقرير تهم الصين بتقديم بعض التكنولوجيا مزدوجة لاستخدام التي يستخدمها الجيش الروسي لمواصلة الحرب في أوكرانيا على الرغم من الطوق الدولي للعقوبات وقيود التصدير سجلات الجمالك تظهر بحسب ما ورد في التقرير أن شركات الدفاع المملكة للدولة الصينية تشحن معدات ملاحة وتقنيات تشويش وقطع غيار طائرات مقاتلة لشركات الدفاع الروسية المملكة للدولة الخلاصة التي انتهت إليها المخابرات الأمريكية في تقريرها ترى أن الصين أصبحت شريكا أكثر حيوية لروسيا بعد أن دخل جيشها الأراضي الأوكرانية العام الماضي موسكو وبيكين زادت من حصة التجارة الثنائية وأصبح معتادا إنجاز المبادلات باليوان الصيني وتقوم المؤسسات المالية في البلدين بتوسيع استخدامهما لأنظمة الدفع المحلية موسيقى موسيقى موسيقى